رسول الله فاللقاء النهاردة هيكون أكتر ما فيه إننا إيه نتكلم مع بعض ما يبقاش محاضرة وكذا لأن أعراءكم قد تكون أهم بكتير جدا من أعراء المتحدث أنا بس عايز أبدأ فيه بشيء معين هم قالوا دور الشباب بسؤال واحد لنا كلنا وحبدأ بالسؤال ده بالأخ اللي هو طالب إعدادي مين هو ماذا تعتقد أن يكون دور الشباب دورك أنت حيكون إيه عايز تعمل إيه في الدنيا وفي الحياة يعني حاليا أنت بتأمل تعمل إيه يعني بعد بناء جيل بناء جيل بناء جيل فضل دور محدد أنت عايز تعمل إيه عايز شغل في الهم عايز شغل في الهم كويس مهندسة المعلوماتية بعدين المهندسة المعلوماتية دي تؤدي إلى إيه تطور تطور حضرتك أخذ أي دور مهم في بناء الإسلامية تاخذ إيه أي دور مهم في بناء الإسلامية زي إيه أي دور ممكن يفيد لأ أنت أنت بتحب إيه الهندسة مثلا أو الطب أي شيء إيه أنت عايز تبقى طبيبه عشان تعمل إيه أداوي للمحتاج وبعدين مهدور ده مش معناها أننا نتخرج من الجامعة وخلصة الحدوتة أنت بتتخرج من الجامعة عشان تخرج من الجامعة ده وسيلة حضرتك يعني أبني الوطن دور محدد لك يعني حتنظر كده في الشارع تلاقي وطن كده أنت حتبنيه إيه حتعمل إيه في الوطن أنت حتبنيه ناصير شغل مهمة بالمستقبل زي إيه زي طبيب أو زي حدد أنا أنا حقعد معزلة أنا حقعد أقريفهم حقعد أحفر كده لغاية ما طلع منك إيه البترول وطلع منك الغاز بس ما طلعش الغاز في وشي طلع منك الدهب طلع منك اليورانيوم عفر فيك عايز تبقى طبيب يعمل إيه يعني طبيب يعني هيضفرها إيه الجديد اللي أنت حتعمله في الطب ده اللي أنا بقول عليه يعني أنت طبيب عشان تعمل حاجة جديدة في الطب باش نتداول على المرضى فيه خمسين ألف طبيب سيخرج من كلية الطب هيداول مرضى لكن أنت حتعمل إيه في الطب عشان يكون إضافة في الطب اللي إحنا بنحاول نخليه متقدم أخبالك حضرتك طلب العلم وتعليم الجمهر يعني بعدين كمل كمل إفادة الناس كمل 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 أفادنا الناس إزاي رقيب البلد كمل يعني إزاي هتعمل عشان تقبل البلد أنا مش عايز مش معل مش بكلم ما كنت مش عايز ندي إنشاء أبني الوطن أبني السلام أبني الحرية أبني أجيال أبني خلاه كل ده بالنسبة لي FN كوش FN يبقى فان كوش فاكر؟ يعني السلام والرخاء والعدالة والإخاء والمساواة ولما أخذها ما عملتش حاجة ولو أخذها اتعلمت غلط لازم تركز الحاجة اللي إنت هتعملها إن شاء الله أكون أطلع أطلع أنا بشيري الزبالة بس لو أتقنت شيء للزبالة وعملت بأغمانة وإخلاص حيكون ده دوري اللي ربنا حدخلني بي الجامعة مش مهم أن أنا كون رئيس الجمهورية ولا أستاذ ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا مهم أن أنا الدور بتاعي كلفت بيه وبأخذ عليه أجري من الشركة أو من الحكومة أو من الجامعة إن أنا أشتغل زبال يعني مش زبال منظف فأنا زبال وبوحسنة لم الزبالة فحخش بيها الجنة فأبدع بقى في كيف في كيف إيه؟ أجمع القمامة حدد طلب العلم وتعلمه للقادمة بعد كل ده هترجع تقولي طلب العلم إنتا أخدر أنا بقولك حدد أنزل احفر احفر يعني أتعلم وأعلم وأفيد أكتر من أين شو اللي أعلم أين شو اللي أعلم تعلم إيه؟ علم أعلمك غني أنا خالد أغني وأنت نغني كم فيه ما أحفظ كم فيه أخر أولا أخر الجلسات من مصطفى محمود رحمة الله عليه عارفين دكتور مصطفى محمود؟ والعلم والحياة والحقادة كلها وبدأ أي المسيرة بتاعته كلها في الحياة أنه مشي من الشيعية الاشتراكية للإلحاد لكذا للعلمانية وقالها كلها في اللقاء بتاعه رحمة الله عليه الآخر أقعد كده يفكر في يوم الأيام طب أنا حابل ربنا بإيه؟ بعدما ربنا بدأ إيه؟ بدأ الطريق الهداية بتاعه عمل ثمانين كتاب كتبهم فحتى بصل التمانين كتاب دول اللي عملهم لكتابهم وسبهم كأرز يعني إذا متى ابن آدم وانقطع عمله لي من ثلاثة ودعين من نافع قال لك حقابل ربنا بحبة ورق بحبة ورق فكنيسة دي قسمه محمد عبدالهاب كان موسيقار وكان فنان عارفينه أنت؟ معروف 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 بذكر ده محمد عبدالهاب فأخب لك فالمهم قال له يا محمد أنت حتقابل ربنا بحبة أغاني بتوعك قاله الفن ومش الفن قال له يا أنت حتقابل ربنا بقولني اسمنا أبلا بلست بوسني في عنايا دي البوسها في العين تغرق فمحمد عبدالهاب ما اقتنعش بكلام مين مصطفى محمود فمصطفى محمود بدأ يفكر ازاي يخدم يحول الكتب اللي هي تعتبر إرث إلى خدمة مجتمعية للفقراء والمساكين فبدأ يعمل المسجد بتاعه يبنيه عشان الناس تيجي بدأ يعمل فيه مشارية خدمية في الحقيقة اللي كان فيه بدأ يعمل مصطفى محمود اللي هو تعالج فيها ومات فيها قال مش ممكن أن أنا قابل ربنا بحبة ورق والورق ده كان عين فحب يرتقي شوف مش مسيرته ازاي من تائه ما بين الظلمات الشيوعية والاشتراكية والمانية والإلحاد حتى في بعض المشايخ قفتوا فيه في عصر الشيخ اللي هو الشيخ الأزر دكتور عبد الحليم محمود عبد الحليم عبد الحليم محمود في آخر دائم عبد الحليم محمود عشان يخفوا عليه شوية في لأنه يعني كفروا يعني لكن في النهاية حب يقابل ربنا بإيه حدد حدد ده عام الكتب وهي كده بدون ديني انت بقى ايه اللي في الكتب اللي حايز تكتبوا فيها عن الدين ايه في الدين انا هعرقك ها هدخلك كده هدخلك في الحلة عندنا احنا كيبه لحمة عرقية تحط الحلة وفيها اللحمة وحب البصل وتبقى لحمة عرقية انت بتضحك مش من حقك انك تضحك ها ايه دورك دوري ان شاء الله ها محاضرة خدوا على برة على طول ها مش محاضرة انا مدرسة تعليم مفسوح ده ان شاء الله عايز انت تعمل مقفول لا عشان اتأهل بيه للجامعة طيب هتعمل ايه بعد ما اخلص الجامعة بعد الجامعة دبلوم بعدها ماجستير وبعدين هتعمل بيه ماجستير ايه بس اتطور زيادة ويقصير فوق عشان ايه حبدأ اقلف كتب بعدين ايه هتتفع فيها الناس وعمل نظريات جديدة النظريات جديدة هتطور انش انش عشان اطور وساليب جديدة وابوقف يعني ده فنكوش اعلامي خدك تلعك فوق مخدش منه حاجة ها فنكوش انت كمان النشر الدين الصحيح انت حتبق الصحابة لا بش انا اخذ بالصحابة انا شرق لي الديني حاجة انت حتتميز فيها ما حاجش تني يعرف يعملها او انت بتحبها او انت بتأمل انك تعملها شوفت بقى خالص انا حاجة بس انا باخد الشباب لان انتو شباب انتو اصغر في السن اعجلكو في الاخر انا باخد العواجيز تفضل وانا عاجبني شعرك انت كده وانتو امين التعسيمة انت شعرك ولا شعري يلا دورك ينجح في حياتك ينجح في حياتك وعشان ايه تنجح في حياتك و ايه هو النجاح شوفت بقى انا ما بقول لك الحاجات المؤرفة ازاي انت عايز تنجح في حياتك كويس الحمد لله ليه و ازاي و عشان ايه تنجح في حياتك انت دلوقتي عشان تنجح في حياتك هتعمل ايه هتدرس تدرس ايه هدرس الجينات عشان ايه عشان ايه هكتشف شغلات تتغير البشري عشان ايه خلاص ده ماشي معايا حتى يارفيع كده يوح بيكتب هو تقلف انت هتقلف قول يلا ايه ده اه انت بتصورني اه قول لا تتلعثر ايه ايه دورك اللي انت عايز تقوم بيه وانت طالب في الجامعة وانطالب في سنة بتحلم بايه؟ فيه ايه بتحلم تبقى عايز تبقى لعيبة كورة عشان بيكسبوا ملايين دلوقتي من ال بتاحنا تبقى 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 تخش اعرب ايدلز عالفين بيقعب الأهلوه بيسمها ايه اعرب جوت تالنت مش كده باسمها ايه بالعرب اه اه؟ 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 اعرب ايدل اعرب ايدل والله اه؟ اصدقات ان انا بأكلم انجليزي يعني موهاب العرب موهاب العرب بس موهاب العربة تابع في الرأس والغنى ومفيش مشكلة بس انا بقولك بعد موهاب العربة في هالموهاب تانية او لا انت عايز ايه؟ انا احاوب عصير استاذ استاذ ايه؟ اي يعني ايه؟ استاذ المواد العلمية ايه اللي هي ايه؟ الرياضيات ايه ايه شي يعني لا فيه هندسة فيه جبر فيه مسلسلات فيه كأه هندسة ايه؟ شفت انا بقولك ايه؟ لان انت لازم تنزل يعني مثلا انا ما جيت خدت الدكتوراه في حالة اسمها دكتوراه في الطب صح؟ بعد الطب فيه عضم فيه بطنية فيه انف وزن وحنجرة فيه عيون فيه جلدية خلاص؟ نزلنا ثاني في العضم مثلا زمان كان الطبيب العضم بيعمل ايه؟ ليخد الجثة كلها اكل ذلك دوقتي فيه طبي هوca المتخصص في المفاصل بتاع السب propriet وطبيب المتخصص في جراع فيه الحتة دي بس في الكب ومتخصص في الحتة دي ومتخصص في الحود ومتخصص في الدهر الفقرات ومتخصص في الرقبة ومتخصص في الركب ومتخصص في نوة كعبة من طبيب عدم كشكول إلى كل حتة فيها حاجة ومتخصص في الركب يعني ايه بالرابط الأربطر الأربطر ده الأوعية الدموية دي حاجة تانية مش في العظم دي فشوف كل الحاجات دي كلها أنا عايز أبقى دكتور عشان أبقى في التوقف نا والدكتور يعني ايه فإنما جيت خدت الدكتوراه حاجة اسمها قالك يعني هو علم الإمراض في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في معرفة سبيل المرض في ايه؟ لجال التخصص اللي أنا عملته كان في ايه؟ الأطفال السقط اللي بينزلوا اللي مرهمش مخ يعني حتة دي مش موجودة والدهر ده مفتوح وبالك دول ما بيعيشوش والأطفال اللي بيتولدوا والعظم بتاع الدهر ده مفتوح يعني مقسوم من الصيد وبيخرج منها كيس من النخاع الشوكي في ميا بيحصل فيه سلسقة في المخت ده تخصص تخصص في اللي هو علم الإمراض اللي كذا اللي كذا ما تنفعش تقولي في الرياضيات وخلص لحدودة الكلام ده كان في القرن التسعتاشر والقرن العشرين القرن الواحد وعشرين واثنين وعشرين انت تخش في كل خطوة بتمشي فيها النملة وتقول الخطوة دي عم في ايه؟ لان انت مسؤول عن النملة نملة مين؟ سيدنا سليمان صح؟ تخلوا مساكنكم لا احتمالناكم سليمان فسليمان ضحك مش كده وارك ليه؟ لان هو مسؤول عنها فحول الجيش تحير يحول الجيش عشان ايه؟ عشان نملة فانت مسؤول عن مين؟ معلم نملة طيب بعديك انت عشان الجمهور يشوفك من اخضر المستوى الشخص ايه؟ ايه من نسمي للمستوى الشخص ايه انا اول شي غاية ايه في هذه الحياة هو اوباء الله سبحانه وتعالى متفقين فدي. فاش مزايدة بما اني ادرس كلية الشريعة قويس هدفي هدف جميع يعني مو بس ايه اخذ بي اخي المسلم قويس هاذا الهدف لا سنعي ايه؟ اه ازاي يعني بدراسة العلوم الشرعية وفهم الدين الصحيح والدقيق كما في القرآن والسنة كما قال الله سبحانه وتعالى وكما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث إزاي؟ أنا أصلاً أكون تلم وبارد وملح إزاي كما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم إزاي؟ هل أنا هستطيع أننا أنشر الدين دون أن أعلم ثقافة المجتمع أننا فيه؟ البحث؟ لا لا اسمعني بس في مجتمع أول مثلاً مجتمع مهاجر من وطنه زي مثلاً لوقت المجتمع السوري أصبح شتاد داخل سوريا وأصبح مهاجرين خارج فتغيرت ثقافة المجتمعات الشتادة كلها يعني في كل منطقة فيها مخيمات داخل الوطن السوري في مجموعة اختلفت ثقافتها عما كانت قبل كده فدي أصبح أنت لوقت حتشوف ده بد أن أنت في الحتة بتكامعة دية كرجل دين أو رجل إصلاحي أنك تجد وتفهم ثقافة وفكر المجتمع اللي أنت حتخش فيه خاطبوا الناس على إيه؟ على قادروا على قريرهم مش بس نخطاب بالبتاع ده لأي خطابنا أنت طيب لما كان بعض الناس حتى فرح دائبية لما كان داخلنا ع رسول صلى الله عليه وسلم كان بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أوبكر لأنه كان أعلم الناس من الصحابة بالأنساب ده بيحب الراجل اللي كان من الأحابيش ده اسمه اللي كان دخل عائفة قال له خلوا الهجي قدامه ربك كان أحد القادر الأحباشي ليس الأحباشي اللي في لبنان الأحابيشي اللي هم دول اللي كان يحب بيعظم اللي هو الأضاحي ربك يعظم الهجي الهجي الى آخير ده فلابد تعرف وانت بتكلم تعلم العلم الشرع ده تعرف انت بتخطب مين وحي تخطمهم ازاي قبل ما تبتل تكلم الناس يعني مثلا والدي اللي أرحمه لما تخرج من الأسر في 35 كان المتحنش شافوي خمس ساعات أو ست ساعات شافوي مش التكلابة شفاهتا كان شروط الدخول اللي هو حفظ القرآن للأساس ما انسى انت ابن مين أمك مين أبوك مين تخش رسم منهم كم حفظ القرآن وبعد كده حاجات تانية لما جيت خرج خمس ساعات شافوي أو ست أو سبع مشايخ من الكبار لدرجة انه كمية العلق اللي جات عليه خلت صبغة التربوش تنزل على ايه؟ عملابس داخلية لما رأى واحد بيت بيحكي لنا كل مابس داخلية حمرة من شدة الامتحان ليه؟ لأنه قال له يا شيخ عبدو عشان انت لما هتقف على المنبر الناس هتستفتيك فما ينفعش تقف على المنبر واحنا مش مؤنين لك ده قبل ما تكلم الناس قبل ما تعرف ثقافة الناس قبل ما تعرف فقه الناس فأنت مسؤوليتك عظيمة قبل ما تخش في اي مكان بتسأل الناس دول بيفكار ازاي اخطاب مع المزارعين غير اخطاب مع العمال غير اخطاب مع السماكين غير اخطاب مع الحدادين غير اخطاب مع التجار غير اخطاب مع الاهاوي من المفارقات العجيبة ان المهمات الشيخ كشك كان مفروض ما حدش يمشي في الجنازة بداعطة يعني الوقت اللي كانوا فيه بتعرف مين اللي مشي وراه الناس لقوا فيه جنازة مشية عادنا عليها بقى ان بيصلوش وكده جنازة مين دي الشيخ كشك كل قاموا وراه اللي هم مين اللي عادين يلعب وراه وغير الورق اتفضل انا مش جاي عشان ام حضرة انا عايز اتعلم منك ادي انا اول شي بدرس شريعة اسلامية تمام رب العالمين يمكن الحلم قريب شوي ولكن ان شاء الله الشيخ رح يميزني ان يحكون كتب كتب ان شاء الله الكتابة بالتحديد رح تكون مثلا فيه فيه تفديه مثلا قضية فلسطين يعني مثلا بالنظر الاوروبيين مثلا الاسرائيليين عبيضخوا كتب فنحن ما فينا بس بالكلام نواجههم فالكتاب اللي يصدر من عنده لازم يصدر من قدامه وكتاب والكتاب اللي يصدر من عنده يعني انت هتطلع تأخذ الشريعة كوسيلة ليه الكتابة وتقصيل الدين في القضايا المجتمعية وقضايا السياسية اللي موجودة في الوطن طيب بس فلسطين ولا كل القضايا بشؤول الامة الاسلامية بشكل ازمار من فيه حد تاني حدد تحددت ولا محددت ما حددتش انا حد فيه محدد او حدد في اليمن عيد سؤال مرداني بعد كل ده هات يا ابن عصاني هات لي العصاني من برا انا عبتكلم بايلي ساعة اقولك نعيد سؤال مرة ثانية انت بالتالي تيجي هنا عشان احطك قدام التلفزيون بعد ساعة كلام انت عايز تعمل ايه؟ حلمك ايه؟ دورك ايه؟ دورك ايه؟ اطمح اكون عنصر فعال لا عنصر فعال جهة بس ابناها من نص ساعة حد ايوة 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 ايو كويس ها؟ ايه اللي بالصفح؟ ايه اللي بالصفح؟ هتعمل ايه عشان تكون شخص ناجح؟ طبعا تفلح في دراستك هتعمل ايه؟ بعد ما تفلح في دراستك هتعمل ايه بعد دينك كلية؟ هتعمل ايه بعد دينك كلية؟ هتعمل ايه؟ ما انت في النهاية انت المعلوماتية دي هتاخدها تعمل بها شيء هتبطل بشكل صحيح بضمن متى ريع كيف هتتميز فيه عند اخرين؟ طبعا ابحث عن مشكلة ايه؟ اجعل دراستك تكون يعني شوف الاخ اللي قالي انا حكتب كتاب ده واضح انه عايز بعد عشرين سنة ايه كتب عنده مخرج ايه؟ يعني شوف انا حاول لك حاجة ده؟ كين هنال بتاع ده؟ ده هو؟ الجيكو بسموها ايه؟ قطرة او القفية اوها؟ لفاحة لفاحة بتعمل ايه بمكفاة بقى تصبح المشكلة اللفاحة دي قبلك كيف ان بس انها صوف؟ خرج اتنين اول خطوة من خروف او جموسة او بقرة او جمل او قطن او كتان ايه؟ خلاص؟ يبقى كتان كان فيه زرعة القطنة كان فيه زرعة الزرعة وراها فلاح الفلاح عنده ارض الارض عنده مية بقى اما كده تلعب بقىها في السوق من بعد في السوق راح تلاقيه؟ الواحد يغزلها او واحد ينسكها او راح تلل مصنع ومن خارج المصنع راح السوق اتبعت في السوق شفت المسيرة مش ازاي؟ فانت هتكون انا هتكون البقرة او الجموسة او الجمل وانت هتكون الفلاح ايوة 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 انا عايزك انت تبقى انت اسمك ايه؟ تعالي هنا عشان يشفوك في البي بي سي انت عايز تبقى محمد جوجل ولا محمد هاشتاج؟ مهمد جوجل مهمد جوجل مهمد جوجل لان دعتي في الشيخ جوجل اصبح مفتي احنا بنستفتي الشيخ جوجل قبلك فانت ممكن تقول انا عايز في المعلوماتية دي اعمل شيء زي جوجل وزي الفيسبوك وزي التويتر وزي 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 الانستجرام بطريقة جديدة طب انا اضافة ممكن لا مش ممكن انت تكون مؤمن انا مؤمن بس ممكن هلا تطلوع يتغير في المستقبل مش مشكلة ان انا عايز منه كده هو انا عندي حلم طبعا انا عندي حلم قول كده بس مشان الحلم اه طبعا ان هو ايه الحلم اطبع افكار اياها استاذ افكار كبيرة لا اتكلم انا ما عنديش مشكلة ان الفكرة غير على كده ممكن فكرة اليوم فكرة الغد تكون في فكرة اكبر ما فيش مشكلة اه بس الحلم بتاعك النهاردة كذا بعد كده ممكن تغيره يعني ارض الواقع تختلف عن الحلم اللي انت عامله وانت عاد في البيت الواحدة لما بتنزل للشارع بتواجهك صعوبات صح؟ فانت حلمك حيتغير وحلمك حيكبر وحلمك حيامه وحلمك حينتج او حينتج لكن لو ما عندكش حلم مش هتقف تغير طبعا طبعا انت حبيبي قال لي حبيبي انت عاد عليك انا بكده اتكلم؟ طب مين اللي ما اتكلمش؟ ان شباب مين كل دولة ان شباب انت قيتوا منين؟ انت اتكلم؟ اتكلم ياب اتكلم ياب اقول له السؤال عشان نهناه ايش راح تصير؟ وايه دورك؟ هو بقى يقول زي ما نقول بقى ما تغششوش لا هو كدرس هنس اتصاصه طيب خلاص بيغششوك يلا عايز تعمل ايه؟ ان شاء برامج ايوه ايوه البرامج تعمل بها ايه؟ يا شوف الاخ ده لما الف المعلوماتية وصلنا ان هو عايز نعمل زي جوجل او هاشتاج او فيسبوك او تويتر انت بعد ايه؟ هتعمل ايه؟ اذا اكملت هندسة الحاسوب اه اشاء برامج اشاء برامج وان اه برامج تعمل بها ايه؟ حلمك ايه؟ انت في الهندسة الحاسوب دي في شيء انت عايز تعمله تكون احسن من التانية مفيد ايه ما هو البرنامج انت نفسك تحمل؟ انا مثلا في برنامج انت عايز اعمله يبقى زي اه محي يا ربي ايه ماش فكر مش عارف الاسم بالعارج وحتى بالانجليز كمل يعني ايه تبقى كمل انت احسن انا مش فكر لها تواصل تواصل ازاي؟ الفتاوية تواصل ايه موهبتاو؟ لا انا انا اتكلم بالبرنامج التقني مش 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 اللي انت هتحطه فيها انت التواصل حيعمل ايه المجتمع اللي انت هتعمله؟ اكسه بالطرابط عينيه؟ ان شاء اللي هو اجتمع قوية ليه؟ ليه ناطب الامة انت من الجيل القديم متتكلمش انت خالص انا سكرت خلاص بس فقم شاهد بس خاصت؟ نحنا بتتكلم انو كلش في الاسلام اللي هو فيجين كويس كويس ايه بس ما كلش عنا اياه ايه انا بإذن الاساسور دكتور انت عايز تبقى خبليه؟ كلش يغلق في الدين ولما اكتشفى ما رح ارسب الاسمي انت عايز تبقى دكتور؟ ان شاء الله ايه تبقى فقط هاده هاده فيها يعني انو انا لما حتى لو.. يعني انت عايز في الطب تحط اضافه ايه لن حتنسبها الاسمك بلدك مش حرام لك تنسبها الاسمك انت عايز تبقى ايه؟ ان شاء الله دكتور في الجامة ادرس اللغة العربية عربية؟ لغة عامية لغة القرآن اول شيء كويس اهمية لغة العربية مثل لغة القرآن واللغة الباقية إلى يوم القيامة ده بالنسبة للشارع لا يغنيوا الاسم من جوة النصف للشارع أو تربع الشارع مش مسلمين مش مسلمين إن شاء الله أنت عايس تقنعني أنا وأنا ملحد دلوقتي وعايس تقنعني وأنا مسيحي وأنا يهودي وأنا كافر وأنا بوزي وأنا كذا أن دي لغة القرآن طيب وأنا مادي إيه اللي في اللغة العربية يجعلني أنا كملحد ويجعلني أنا كبوزي وهندوسي ها أدرس لغة العربية إيه اللي فيها أمشي اللغة العجازة غطران كريم إيه اللي بقول لك أنا قدامك مش مسلم فأنت إزاي حتبع له قيمة اللغة العربية أول شي أنا بدي أفهمه أفهمه ها هل يهودي هل يهودي أنت حتبقفل معلوماتيات ها نعم أنا أول شي بدي أعرف حقيقة اللغة العربية وأهميتها ها يهودي وعكسه على القرآن الكريم وفهمه وبعدين إن شاء الله أحسن أفهمه طيب اللي قابل لي طيب أجزاكم الله أخير حتى نجي هنا جديد مش نروش ها مش مهم ما خليك أنت غلبان إنت فلما نسبه ليه أنا قلت الكلام ده بكتير يعني الكلام ده يعني لأن ما ينفعش ولا واحد في اللي جالسين في الغرفة دي خاصة اللي في عدادي وخاصة اللي في سنوي وخاصة اللي في الجامعة إنه ما يبدأش يفكر إنه يكون له رؤية عشان يحقق حلم حقق هدف نسيبنا بقى من الكلام التخيل هنصلح العالم إحنا أحسن ناس إحنا كذا ده كلام تخيل الشيء جميل يعني بس إيه على أرض الواقع إيه تأثيرك على أرض الواقع إيه الأثر اللي أنت حتسيبه بعد ما تموت إيه الأثر اللي أنا حتسيبه بعد ما موت الأثر اللي الأجيال حتتكلم عنه يعني أرجع مثلا الشباب اللي تكلمه في الطب بدول إيه في البس الباب ده كده كنا احنا دي القصة دي نقلتها كذا مرة قبل كده كان في سنة 2003-2004 كلية الطب في جمع برمنجام بتجمع تبرعات لبناء اللي هو المصح اللي كان مش مصح يعني لي قاعة المحاضرات كان كل كرسي من كراسي القاعة دي بي إيه إنك إيه تشتريب ألفين جنيه سترليني فلما دخل علي الشاب اللي هو مسؤول الإغاثة في بريطانيا في الوقت ده فقال لي كذا 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 وعايزين نخد لنا كرسي أنا خريج جمع برمنجام قلت له عشر كراسي قال لي إيه عشرين ألف جنيه من راح ده قلت له عشر كراسي العشرة اللي طلعت من بقي بدون تفكير كنتشعرف بعدها بعد كده إزاي إيه قلت له تكتب على كل كرسي يا جماعة اسم علماء المسلمين اللي قبلوا بلاءا حسنا وغيروا تاريخ الإنسانية منهم الأطباء منهم الفرياضيات ومن الفيزياء ومنهم كذا وكذا 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 فهو أنا داخل في موقف العربيات كان معايا شاب من الجامعية الإسلامية دي فبيقلت له المحاضرة فين؟ كان هو معني إيه؟ الطب الإسلامي قلت له المحاضرة فين؟ قلت له المحاضرة فين؟ في المسرح بتاع أو اللي هو قاعدة المحاضرة بتاع تولفسون قلت له آه أنا فاكرها دي قال لي والله ده حتى فيها عشر كراسي كده مكتوب عليها أسماء المسلمين مش عايف مين اللي جابهم دول هو قال الكلمة دي أنا فتكرت بقل إيه؟ الحوار بيني وبين مدير المكتب طب فسوت كما تصوت إيه؟ النساء قال لي بتصوت إيه؟ إحنا اللي عملناها مش إحنا يعني هانيت بنا؟ إحنا كجمعية وكمؤسسة اللي عملناها لما دخلت المسرح كان فيه أكثر من 300 كرسي لقاعة المحاضرات كل المسرح قاعة حمرة الكراسي حمرة إلا العشر كراسي اللي إحنا كفلناهم أول وأوسط عشر كراسي أول صف وأوسط الصف بلون اسوي وفوق كل كرسي اسم العالم المسلم اللي ولد عم كذا ومات عم كذا فتخيل أنت بقى اسمك أو اسوي أي واحد فيكم أن يذكر بعد ألف سنة في أي محفل علمي في العالم بعد أن تبلي في الدنيا بلاءا حسنا من أجل إسعاد الإنسانية هو ده الإنسلام اللي نتكلم عنه هو ده العلم اللي نتكلم عنه يعني لما واحد يتكلم عن ابن سينة ولا الفرابي ولا الخوارزمي ولا الزهراوي 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 أنا الدكتورة بتاعتي تكملة لمقام به إذا أول من وصفه الأطفال اللي بتولدي من دور المخ القن العاشر أو بالدهرهم مفتوح ثم يجي الزهراوي دلوقتي ويسمع إن فيه ده اللي حصل يبقى هو بيسعد لأنه إيه لأنه قدم وركز وكان لي دور الزهراوي ده في الوقت ده في القن العاشر عمل موسوعة طبية 30 مجلد فيها طب الأطفال وفيها طب النسا وفيها طب الجراحة وكل حاجات دي كلها واخترع آلات جديدة في القرن العاشر واكتشف المرض اللي أنا كنت بشتغل عليه خمس قرون قبل أوروبا وكان يعيش في مدينة الزهرا اللي هي على حدود قرطبة قرطبة فشو بالزهراوي ما سنة كام سنة ألف أو ألف وكذا وذكر اسمه سنة كام ألفين وخمسة فين في كلية طب من أعلى كليات الطب في العالم فين في بلد غير مسلم فين فين ذلك أنا ما أسألكم إيه 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 عشان تعمل أه 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 أنا أقول إيه وأنت تقول إيه أه إيه إنت حدا ما يبني صورنا دهراني تصوير أنا أتحالي تصوير النهارة خدت بالكم فده بالنسبة أن ما ينفعش أبدا 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 وأنا منتكلم إيه أخدي مسأل تاني بردك عشان إحنا نعمل أنا تقام تلك العمر الطبيب مش 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 شاطر يعني يعني عادي يعني لما قلنا نعمل لما قدرس اللي هو الدكتوراه آآ سقدت فيها طبعا الحمد لله محمد لله يعني أه مبروك الله بني في عبالك أه أه أنت ليبي مؤمن من سوريا بس مسلم طابق تاني طابق تاني مصلي أعطى فسألت عشان اللغة كانت مش جيدة بس كانت المادة العالمية جيدة جداً مش هكوش في التفاصيل فيها فعشان المادة العالمية وده دور انتوا مفوتوا كؤولوك تقوموا بيه المخرج والمنتج بتاعك تجبر من تعتقد انهم عداك انهم يشتروه ويستعملوه ويبيعوه ما تبقاش انت الشاري لمنتج آخر تبقى انت البائع لمنتج لا ينتجه أحد إلا انت فلما حصل انها سيئت الحمد لله في اللغة فكان فيه اتنين ممتحنين واحد طبيب أعصاب جراح مش فاهم ان انا بعمل في ايه فانتقدني انتقاد كما انتقد الحمير مش عارفة كتب بالانجليزي والتاني كان طبيب التخصص اللي انا فيه اللي هو قال للكلية بتاعتي في انا فيه حاجات ما تعملتش قبل كده فاجدني رئيس الكليية الملكية الكليية الملكية دي اعلى من اعلى الكليات اللي هي بتدي حاجة اسمها الزمالة مين بتعطب انا في مين الزمالة يعني ايه بريطانيا زمالة الجراحة وزمالة البطنة وزمالة النساء وايه الاخر يعني فقعدني بنقى على تسكية مين؟ دكتور المتخص فقال لي شوف انا عايز رسالتك دي في المكتبة عندي يعني لازم تنجح شئت امقابيت وخصص لي واحد دكتور بروفيسور عشان تصلح ايه؟ اللغة الانجليزية فلما عدت مع الرجل اللي هو بيصلح اللغة الانجليزية بص على الرسالة لقى فيها اول ثلاث صفحات مكتوب فيها ايه؟ ده بقى ايه؟ لما جاوبتش افتح الباب خليه خليه وقتها من خوفوش انا كتبت الاهداء في اول ثلاث صفحات لمين؟ لدكتور متخصص لدكتور متخصص لمين؟ هالزوجة لمين؟ لدكتور الدراسة للمسلمين كمان نفس الجواب لرئيس الجامعة لإيه لك انت؟ وكنتش عارف انعاب لك انه للمسلمين هو طبعا لنا كتبت في اول ثلاث صفحات ايات خلق الانسان في القرآن الكريم عشان كده اقفت هنا من بين الصلب والطرائب الى الهرم فطبعا لما الدكتور اللي بيصلاح لي الرسالة قعد معايا قال لي ايه القرآن اللي انت حطه ده؟ قلت له دي معلومات طبية علمية تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ تحدي ليه؟ لأنه فعلا لما تيجي تعال هنا يا ابني بتضحك كتير لما تيجي انا بس اقول للناس لنبديني نظهرك كده لما تكون الخصية موجودة مبين العمود الفقري الخصية الخصية ده حقيقة ايه ده؟ نعم هذا علمهم مجديد تكون هي موجودة في الحتة دي اللي ما بين الدلوع وما بين العمود الفقري وبعدين جزاكم الله أخير معامل تزحلق بجلي لغاية ما تنزل في الكيس اللي بتحط في الخصية حقيقة نتكلم عن علم مش 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 فلما ربنا يذكر هذا ورسوه عصانا يذكره في القرآن للناس من ألف ورومين سنة فلما قعد البروفيسور معاه في الوقت ده تقولي ايه؟ مدغة علقة مدغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر ويه حقيقة كل حاجات دي والعزام وكذا 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 إلى آخر دكتور بس سؤال انت تخصد خصيتين والبطن هم وتكون في اللي ايه؟ لأ لأ ده مش حصاني ده عز كينة ده طبعا أنا ببطن أمه فرحم أمه مش بطن أمه يعني فلما تتكلم انت في الموضوع ده اللي هي جنمات ثلاث بعضوها فوق بعض اللي هو الجلد ده واللي هو الرحم وهو الغشاء اللي هو اللي فيه اللي هو اللي بتاع الماء فده ده كان امتى ده فانت بديقي انت انا كنت دخل الطب وانا مش فهم حاجة لكن بدأت أفهم بعد ما ايه ما قربت أخلص الحمد ده فلابد كل واحد فيكو لو انت عايز مين لك أنا عايز اتكلم عن علوم القرآن حد فيكو ها ها علوم القرآن فانت ما تبص فانت ما تبص في العلوم دي لابد تنزل لكيفية فهم اللغة اللي بتؤدي الى فهم العلم القرآن اخبرك من الأساس مش تخدها كده بالكيلو وبالشبر وتقول محاضرة والناس سقفلك او يبقى عدد اللايكس اللي عندك على الفيسبوك وعلى البتاع ده ها ايه انت بحطها انت ممكن تنشر شيء بالسوشيال ميديا لكن تبني شيء بيحتاج لإيه لعمل تاني مختلف اتفقنا ان كل واحد فينا يابد يفكر انه عنده دور ويابد يفكر انه عنده هدف ويابد يفكر انه عنده رسالة ويابد يفكر انه عنده مهمة ويابد يفكر انه عنده رؤية لان رسول الله سلم ما اتى الا ليحقق هذه الاربعة او الخمسة او الستة وعاش لهم مش لهم الامة الاسلامية فقط عاش لهم العالم كله في كل زمان وفي كل مكان واضح يا شباب طيب لو فيه انا اتكلم دوقتي بتاع اربعين ديها تقريبا اعتقد ده كفا يخبرهم هم بقى يتكلمون اللي عايز سأل سؤال اللي عايز يضيف اضافة اللي عايز يامل مدخلة اهلا وسهلا بكم انا طبعا اخونا اتكلم انه كنت طبيب وفي نفسه اشتغلت في العمل الانساني او العمل الاغاثي بقى لي 35 سنة او اكتر فاللي عايز يتكلم في اي حاجة انتم عايزنا في حاجات دي انا موجود اهلا وسهلا بكم انا عندي سؤال اتفضل السؤال هو انه في بعض الناس يعني بيحب يغير ويعمل شيء لكن ما بيكتشف اشو طلبه هو بالحياة طيب الشرام دي يعرف اشو انا بدي اعمل يعني يعني يوجد هدف يعني انا لو كلمتنا عن نفسي انا مكنش عايز اكون طبيب كانش لغبتي ابدا خالص كان دي لغبة والدتي اللي ارحمه مكنش عايز هيا في البرطانيا بس انا ما كتكنقش لما عالدي كان جايلي وزيفة في احد الدول الخليجية في السبعينات وكان معاي ارشينات ابو اي امو اديهملي قال لي يا ابني عايز تروح لي وتعلم احصن لان ابو اخد خد التخصص اللي هو خد العالمية في 35 وخد التخصص اللي هو الدكتوراه في 37 كان الاول على قطر المصر رحمه الله عليك فهو قال لي عايزة تبقى زي او تبقى كان الاب دائما يحب يولاده يكون زي واحصن منه فقال لي روح روحت انا فلاح غشيم مش عارف اي حال ودخلت وسقت يعني سقت مثلا في امتحان المعادلة اربع مرات عشان انجح في الانجليزي اللغة وقد انجح في الطب عشان ايه اخد وظيفة وزاي من قلت وصقيت في متعاني الزمالة مرة وكل حاجة اخش فيها ما انجحش فيها من اول مرة خلاص كان الهدف ان انا اروح هناك عشان ايه ادف الدكتوراه صح او الزمالة ده الهدف اللي كان عندي سنة الف دخلت هنا سنة الف تسعمية تلاتة وتمانين او اربعة وتمانين خدت الوظيفة بتاعت ايه اللي كانت في الجامعة في مستشفى الملك اليزبست في بريطانيا وكان مرتبها مصغير غير مغازمة فتانية لان اعملت في استخارة مبالك لقيت ان في استخارة دي الوظيفة دي احسن من وظيفة تانية ايه مرتبها كبيرة فدخلت فيها في الاستخارة كنت قوي انك ايه بلف حوالين المكتبة بتاعت الجامعة كأنها ايه دي يعني المكة يعني الكعبة فانشرح صدر لها مبالك ما كنت شعر فربين مرتب ايه لك كان الهدف ايه العلم بعد كم سنة خدت الدكتوراه وبدأنا عمل الاغاثة اللي عمل الاغاثة انا اتجوز سنة 83-80 بدأنا الاغاثة الاسلامية سنة 84 والدكتوراه بن بابين 83-84 يعني هدي ماشي ماشي بعد ما خلصت الدكتوراه وكبرت الاغاثة حسيت ان ربنا بقى الهدف لحط ربنا ليك انت ان انت هتروح هناك علشان الاغاثة هي الاولوية ثم الشهادة هيدهلك ايه زي ما تقول كده زي ما تقول ايه مكافأة شفت بقى ولغاية دلوقتي انا بقولك ده كان انا ترتيبي في الهدف شيء وترتيب ربنا في الهدف اللي هو حطه الكبير شيء تاني لان انا هدفي كان هلجع عليك انا انا شخصيا دكتور ومعها رسالة دكتوراه او معها زمالة او معها كذا صح برجع على مين ده لكن المؤسسة ما بترجعش على شخص بترجع على مجتمعات وبالغاية الاختب خد دي بقى خد بالك فمش عيد ان انت وانت ماشي تشوف في الطريق بتاعك ان هدفك لازم يتغير او هدفك لازم يتحسن او هدفك لازم يتقلل او هدفك لازم المسارة بتوعي يبقى كده او كده او مش عيد لان انت مش بتتكلم حتى القرآن في تفسيره التفسير كلها فيها بعض الاختلافات بناء على الثقافة وبناء على الظروف السياسية بناء على الظروف الاجتماعية وبناء على فهم حتى المفسرين وبناء على فهم المستمعين فذلك فيه مفسرين كتير لذلك فيه اكتر من مذهب للمسلمين خمسة او ستة او او الاخير فيه اكتهادات كتير جدا الشيء الوحيد اللي هو ثابت لا يتغير هو كلام الله سبحانه وتعالى فيما عدا ذلك الاكتهادات مفتوحة يعني في كل خطوة تنخطيها راجع ايوه احنا من راجعش راجع راجع لانت راجع ليه؟ اما تراجع مش انت اللي تراجع اجعل من حولك يسائلونك ويسألونك اللي شافوك واقبل النصيحة اقبل النصيحة لان لو انت مقبلتش نصيحة عمرك ما هتتقدم والمراجعة مهمة جدا لذلك في المؤسسات الكبيرة في الغرب دايما بيراجعوا نفسهم كل ثلاثة شهر او كل ستة شهر او كل سنة احنا ماشيين وبعدم بعد هوف هتروح على الفين هتضيع النص حواليك لازم تراجع تقول الله في مراجعة فصلية او في مراجعة مرتين في السنة او في مراجعة كل سنة دايما بنيجي نوظف واحد الوقتي في اي وظيفة عندنا بنيجي له ثلاثة شهر لو كان وظيفته صغيرة او ستة شهر لو كان وظيفة كبيرة او سنة لو كان وظيفته اكبر في السنة دي احنا من حقنا ان احنا نقول لا انت مش نافع بعد ثلاثة شهر رجعت ادائك او بعد ستة شهر رجعت ادائك يبقى القانون ما ايه ما يجيش يقول انت اخطأ العقد شروط ايه المتعاقدين او بعد السنة لو كنت انت رئيس المؤسسة الجديد فيديك فرصة السنة بعد السنة دي لو ما انجزتش يقول لك جزيكم الله خير مع السلامة مش عايزينك فده المراجعة خبت بالك فما فيش حلم يعني مالوش اي وسائل لتغيير الحلم او تطوير الحلم او حتى انك تحلم حلم غيره تغييره المشكلة ارى؟ كل احنام دي اكتهادات يلا يا شباب مين منكم عايز يتكلم او عايز سأل سؤال اتفضل اتكلمت اه يعني الهدف القاضل انه حدد اه شيء حدده عشان بس الترفيزيين اسمع طيب الاخ عبدالله هون حدد شيء انه رح يكتب كتاب كويس بس لكن هذا الكتاب له هدف واحد يعني هو هالكتاب كتابة هذا الكتاب هدفه انه افادة الاسلام والمسلمين كويس وهذا الشيء الاسمع انتو عبتو دخلوه في الموضوع مثلا اوشو كمان اوشو كمان اوشو كمان اوشو كمان اوشو كمان هدفه واحد يعني هدف الاكبر هو اه يعني ايه السؤال السؤال انه اه هوه خطابه فقط يعرف يخطب المسلمين او يعرف فقط يخطب العمال او يعرف فقط يخطب المزارعين او يعرف خطب مثلا الجاليات التي عايش في الغرب او يعرف خطب العرب بس او يعرف خطب العجم بلغات مختلفة خلاص هو دي قدرته اللي ربنا ودي إمكانياته اللي ربنا أعطهنا مش عيب أنت هو بقى سب يخطب الشريحة دي أنت تطلع خطب شريحة تانية أنت تطلع خطب شريحة تالتة أنت تطلع خطب شريحة ربعة إذا كان الكتاب مش هو أهم شيء خلاص أنت عمل حاجة تانية عمل فيلم زي الفيلم بتاع مصطفى العقاد اللي احنا قديم منشوفه كل ما فيش ما عملناش فيلم زي لغاية لوقت عرسال طبعا كان ساعتها بعض الجهات الدينية كانت حتكفروا علشان تطلع بعض الصحابة في الفيلم طبعا الفيلم ده هو الفيلم الوحيد اللي احنا بنشوفه ده في كل المناسبات الدينية طبعا في الفيلم مثلا كان بالإنجليزي أو دعلا لأن فيه في الانتاج الفني هتعمل ايه فيه موسيقى فيه أغاني فيه أنشيد فيه دراما فيه كل حاجات دي كلها عاصبح دلوقتي الشباب مش عندهم القدرة عنهم ايه يقروا كتب بيبصر الدراما علشان تسهلوا حب الشخصية التاريخية سواء كانت شخصية وطنية أو شخصية عالمية أو شخصية دينية أو شخصية سئلة آخرة فبالتالي هو هيتخصص في الكتاب في النقطة دي بالذات مش مش كده انت تخصص في حاجة تانية وانت تخصص في حاجة تالتا وانت في حاجة ربعة وانت في حاجة خمسة وانت في حاجة زادسة معايا وانت بتخصص كده يعني قابلت شاب ربكم بيسمعني اللقتي في أنتاكيا من شبابكم عايز يبقى مستفر عقاد من أمر اتنين قال لي لا مخرج سينمائي مش مصور سينمائي موضح وكان ده أعملته من سنة وأنا بساعده اللقتي عشان يجد أنه أكتب له ريفرنس يعني إيه لو حاب ينجح ويقدم على أي منحة في العالم يقدم عليها عشان ياخدها لأن طبعا كسوري وعنده لاجئ وكذا صعب حد يديك أي منحة إلا لو كنت أنت متميز في الحتة اللي أنت بتعملها ده بالنسبة لها فمش عيب أنه يخش في الكتاب واحد ما نفسه يعمل في قصص أطفال يعني كل قصص الأطفال الكارتونية اللي بتتعمل لشهدها الطفل لأنها معمولة بعقلية مش درسة نفسية الأطفال الطفل من سنة ثلاث سنين لي شخصية معينة من ثلاث سنين لخمس سنين لي شخصية أخرى معينة من خمس سنين لسبع سنين لي شخصية تالتة معينة من سبعة لعشرة أو لاثناشرة وهكذا فأنت أول فيلم أنا شفته زمان ممكن ما عاش خمس سنين حاجز محمد الفاتح الأطفال هي ابن ده ده فيلم كل معارك وكذا حتى مش معمول بطريقة يخلي الطفل الصغيرين يفهموا عجب أنت مثلا فيه الفيلم اللي هو لاين كينج بيسمي العرب الأسد اللي هو سيد الأسد الغابة صح؟ شفتوه لاين كينج ده؟ أكيد شفتوه ولما تماملا بدبلش بالمصريين محمد هليدي وغيره ففرع فالأطفال شفوه والكبار شفوه فهنا فيه حرفية وفنية في المؤسسة اللي بتنتج فيلم لاين كينج ما كانش فيه حرفية أو مهنية في المؤسسة اللي أدجت فيلم الفاتح من 15 سنة وقت انت عاملوا للكبار ما فيش مشكلة الكبار ساعتها كمسلمين ما بتفرقش على كرتون ما يحبوش الكرتون صح؟ ما يحبوش الكرتون فأنت عايز تخطب الطفل؟ خطبه ومجال المجتمع يا شباب في كل نواحد مجتمعات أصبحت معقدة 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 يعني زمان أيام من رسوع صالب وآيام الصحابة وأيام الخلفاء الرشدية خاصة في الصدر الأول لغاية سيدنا عثمان كان كله بيشبونه في تمام المدينة عشان كده سيدنا عمر كان يمشي يخش الحارة دي يسمع الست بتتكلم الست بتخلط المية باللبن لكن لما وسعت الدولة فعاست عمر حسن المسؤولية كبرت عنه بألاف المرأة المرات وكان بيتمنى ورسمع عنه يموت أو ربنا يقبضه علشان ايه؟ المسؤولية كبرت فأنت في كل مجتمع بتخش فيه اسمك ايه؟ حسن؟ أولا حسن؟ حسن أخي حسن كل مجتمع بتخش فيه مع كل غرفة في كل بيت في كل في كل غرفة في كل شقة في كل بيت في كل حارة فيه أكتر من حلم عرف كلكم رائعين وكلكم مسؤولين رائعين يعني أنت مسؤول عن كل حلم في كل غرفة نوم في هذه البيوت مش فقط أنت قاعد كده على الكرسي والكرسي دي أنا بسميه حلبي حلبي أنتوا عندكم حلبي مش كده؟ نعم أعدو على إيه؟ اشتغل عندكم أعدو على إيه في الآخر؟ قتل أعدو على إيه في الآخر؟ ما عالف من قتل أعدو على إيه لما موتوه؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ لا شو اسمه؟ الخذوق فالكرسي بتاع الحكم ده هو الايه؟ انا مسميه حالبي اللي هو في ايه هنا شايفه انا شايفه انا ازاي؟ لا لا انا شايفه انت مشايفه هتوعد انت اذا انت فالمسئولية خذوق قدت بالك ده في قولك انت مش كده فما نرجع عن حاجة زي كده هو المجتمع دلوقتي اصبح معقد ومتشابك بطريقة غير عادية فاصبح هذه التخصصات فيه زي ما قلنا بتاع العظم ده كان بياخد الجسة كلها على بعضها اصبح لكل حتة قد كده في الجسم فيه متخصص واخد زهال دكتوراه او ااخد زمالة او ااخد زمالة في ايه؟ في الحتة دي فاكري انت كان فيه فيلم اسمه الادي الناعمة فيلم مصري من الافلام الاديمة الحلوة دي ابيض مشابه دي اسود من الالوان كان فيه امير من الامرة يعني ايه معايش الدرب بتاعه وهو مفلس معندوش فلوس ها؟ يا حرامة وعندو اصر كبير ومش لقي حد يأكله فهو ده خارج بره يشتري عارفينه الدرة اللي هو الدرة الشامية دي فاحنا بنشويه بره فخارج بقى وماشا كده امير توركي كده من معيال الملكة اعطيني من هذا وطبعا مخ منخيله فوق وصدره منفوخ اكتر مديك الرومي وهكذا يعني وهو معدي كده كان فيه واحد تاني ايه مصري عادي غلبان زي حالاتنا كده فلقاه بيشتري قال له يا ولد انت بتشتري ده قال له طب اشتري معي يعطيني المصري التالي ده كان مواخد دكتوراه ايه تخصوصي في الدكتوراه دي؟ علم نفس ايه؟ علم نفس علم نفس ما عرفش طلعوا على جوجل الفيلم اه ايه تخصوصي بداع كان مواخد دكتوراه في ايه؟ حاجة كده مش ممكن هتخيلوه في اللغة العربية علشان سهيله لكم ها؟ ها؟ قلت ايه؟ ايه؟ تمثيل تمثيل بولا فرغة العربية تقوله تمثيل نحلتها لك شوف الشباب الوعي ها؟ نحو لهجات مخارج الحروف خطابة خطابة فلسفة ها؟ في كلمة او كلمة او حرف اسمه ايه؟ حتى الدكتوراه بتاعت كلها في ايه؟ كان كل الفيلم ايه؟ النقاش ما بين الامير وبين المصر ده؟ ايه حتى اللي انت اوقف فيها دكتوراه دي؟ مش في اللغة العربية انت اتكلمت ازاي؟ فالحتى ومن فتأ ومن فكى وكان واخوتها وإنه امت ترسي شيء من حتى شوفت بقى؟ اه فده التخصص ده التخصص من الكلمة ايه؟ هناك سؤال ثانية يا شباب فضل سؤال اول نقطة سأسألك سؤال المحاضرة انتهت؟ اه حتى بس عم ناخد اسئلة انا خلصت المحاضرة بتاعنا طيب هو الله يزيك الخيس طريقة المحاضرة رائعة جدا اني بس خلال فترة قصيرة لا بس اني هيك في هالطريقة صراحة اني انت اخدت المضمون مننا ما انت لعطتنا المحاضرة ابدا بس اه طيب بس هون نقطة صراحة انت مثلا طلعت الاهداف عند الشباب بس هون بنفس الوقت انت حضرت ادك على الجرح ايوه والجرح يعني صار ينزف باعتباء يعني لألك ليش يعني مثلا حضرتك عبتور مثلا بأوروبا او الدكتور اجي تساعدك اما هون الشباب يعني خلينا نطلع من الاحلام نحكي بالواقع فهلا هون الشباب عبروا عن احلامهم ولكن انت بتجي عند تطبيق احلامك بتلاقي واقع مختلف تماما تماما يعنى مثلا اضرب مثلا فيه صديق الي ممكن بعض الناس يعرفو او تحضرتك تعافوا هي مخرج اسموه فلسطيني اسموه نورس ابوا صالح فا بس هم احناce نطيل الاااا اقول اسملك Sehr kind انا قل Started عشان انتو تقول كيفنن حققها azzaie لو عزناتراصل معاكو شخص شخص أمد مجموعه لا يوجد مشكلة نعم أملك؟ نعم فهو مخرج فلسطيني فهو عاش بفلسطين بعد طلق فكان هدفه بالحياة أنه هو يرد على الإسرائيليين أو يوصل القضية الفلسطينية عن طريق الأفلام فهو شاف أن الفلسطيني ينتجوا أفلام أن يحاولوا القضية لصالحهم أن الإسرائيليين مظلومين بمنظر العالم كله يوصلوا فكرتهم فهو راح يطالع أفلام منهم فيلم لليلة السقوط ومالليلة السقوط وعلما كل هالشي بمصروفه الخاص يعني حكى عليه أني ديون بألاف الدولارات فشخص أنا احترمته جدا لأني حسل يعمل هالشي بس إما بينما الطلاب أو أي شخص ممكن ما يكون عنده هالجراء يعني مثلا أحكي عن حالي مثلا سبيل المثال مجرد أني أنا لوصل لحلمي أو أي شيء مجرد لقراءة الكتاب وأنا بعرف عدة أشخاص أو عدة ناس عبواجهوا بصعوبة أني يجدوا حق الكتاب يعني ممكن مثلا بالشهر يشتري الكتاب بخمسين بستين ممكن يحرم حالم المصروف ولا حتى يحسن يشتري الكتاب بس ممكن يشتري الكتاب هو بكون حاجة أكتر أو عن أي شغلة فهذا بين الواقع والأحلام عبصير فيه صراحة نجي على المحاضرات فيه كبير دكتور نجي على المحاضرات نصير بعالم تاني نرجع على واقعنا من لاقي حالنا كل شعب يقيدنا وصلت بالسلام أنا دلوقتي عايزكم أنتم تحطوا اقتراحات كيف نرجم هذه الفجوة ما بين فجوة إن إحنا في حاجة وفجوة المقدرة وفجوة القدرة صح؟ عشان يكون كلامنا أي عملي صح؟ صح؟ لو أنت تبدأ الخيط عشان كل يمشي وراك أنت دلوقتي أول حل تحب تحطه على الطاولة وأخونا يكتبوا إيه؟ في القضية دي أنت تضربتها مسأل جميل جداً أنا ما عنديش حق الكتاب اللي أنا أشتريه عشان أقتنيه يعني عندنا عندنا مشكلة يكتب كده فوق الفارق ما بين الحلم والواقع ما شكتب أنت عايز تتكلم فيه؟ أو الحلم والحقيقة صح؟ مفضل أني مثلا تكون فيه جمعية جمعية؟ هجي حد تكوين جمعية بتكون مثلا جمعية؟ كده جمعية؟ جمعية؟ أه تكوين جمعية عشان تتخصص في الموضوع بأي شخص ايش كان ما تتطبوا مثلا؟ ما تخش في التفاصيل يعني بس تتكوين جمعية تقوم بالهدم ده طيب في حلول تانية ما نخرج بشيء عملي خلي بالك أنتوا اللي هتعملوا الجمعية وانتوا اللي هتديروا الجمعية وانتوا اللي هتفشلوا وتنجعوا في إدارة الجمعية ليه؟ لأن في زمان من 35 سنة لما بدأنا مكنش فيه أي شيء أنا بكلمك من واقع عملي مكنش فيه أي ميزانية مكنش فيه أي غرفة مكنش فيه أي كرسي أو طاولة مكنش فيه جمعية حتى مؤسسة كل اللي عملناه ان احنا كان عندنا فكرة والفكرة اللي يمشينا بها في الشارع ان يكمع لها ايه الدعم خمسة جنيه عشرة جنيه عشرين جنيه تلاتين جنيه عشان كده اللي واحد بيكلمك بعد خمسة وتلاتين سنة من ايه من مرحلة الصفر والصفر هو رخم ايجابي خدت بالك فاللي بيكلم قدام حضرتك ده واحد مشي من الصفر او مما قبل الصفر وربنا دوقتي اكرمنا فانا كنت زي حضرتك انا ما كانش عندي حلم زمان فانزلت للشارع في حد ما عايش شنطة بلاستيك كده باللي بتشيري في الخضر هات واحد عندك وره في حده هات واحد دي كنت انا مامشي بيها مامشي بيها على كل بيت وعلى كل مسجد وعلى كل دكان فاربعة وتمين وخمسة وتمين وستة وتمين بالشنطة البلاستيك دي مقبلك علشان نحط فيها اوراق وعشان نقول للفكرة ساعدوا الناس اللي في افريقيا انت لو امنت بالفكرة ايه دي شيك قوي ديام كان دي بنمشي بيها في الشارع كان منخبط على البيوت بيت بيت علشان نحط الورقة علشان الناس تعرف ان فيه شيء اسمه ساعده المجاعة اللي في افريقيا فكرتك انا عايز انشئ المكتبة حمشي على كل شارع لان مين صعب الفكرة انت فلو انت صعب الفكرة ايمانك بيخليك ما تنامشي ويخليك تخرج وتقنع من حولك بسكرتك وتقول انت اكتر الناس ايمانا بيها واكتر الناس دعوة لها واكتر الناس اصرارا على تحقيقها واكتر الناس بذلا لها سواء كان بالمال او بالجهل او بالعرق او بالوقت فانا بكلمك اعوز بالله مشان نجي من الكلمة دي او احنا بنكلمك منها المرحلة السفرية بدأت امتى بدأت من 35 سنة او او هتفتكر لما هتتجوز واحدة هتخلف لك النهاردة يبقى انت جوزها حامل صح او لغلط يجوز 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 او ممكن او هتتجوز واحدة و بعد ما حملت ان ابنك هيخش الجامعة بكرة مش قعدوا عشرين سنة في التعليم وانت وانت في العشرين سنة انت بترعى الابن او بترعى البنت صح وبتكبر الابن والبنت عشان نتحقق لهم المناخ اللي هم يستطيعون نتعلموا في صحة والغلط يبقى لابد احنا ما بين الحلم والحقيقة والواقع ان احنا نكمن نكون جمعية نؤمن بها تعب عنها ايمان بها يعني ايه يعني انا كل يوم عندي ملتزم بساعة معينة كل اسبوع عندي ملتزم بيوم معين كل كذا عندي التزام مش التزام اخلاقي التزام ادبي والتزام ايماني والتزام فكري وكل التزامات دي كلها تبقى انت سعيد انك رايح في مكان ما فيوش حد اللي انت وما حدش بيخش عليه انا لما انا لما خدنا بعد سنتين سنة ستة وتمانين خدنا غرفة كانت الغرفة دي ممكن داع عرضها وطولها تلاتة متر تقليل المفتحين باب الغرفة دي واول حد بيخش عليه يبقى يا سلام الله اكبر يديني خمسة جنيه تلاتة جنيه اتنين جنيه خمسين قرش تبقى انت سعيد السعادة غير عادية ان حد يعرف عنوانك بعد سنتين من الشغل لكان بقى فيه لها سوشيال ميديا ولا كان عندنا تليفون ولا كان عندنا فاكس ولا كان عندنا تيليكس ولا حاجات من دي فانت بالتالي انا موافق عليك ان الفجوة اللي ما بين الحلم والحقيقة لابد نتعامل معها صح؟ اقتراحك جمعية الشباب ايه تاني من عندكم عشان ما نكونش احنا قوم من نظريين نكون قوم من عمليين كأنك انت متحفز لا مش متحفز انت منهزم يلا يا شباب مين تاني عايز يحط الاضافة يعني هو حلمه اللي عبيقول عليه عبيبيوجد صعوبات في طريقه في حياته مشكلة اه ايه الصعوبات هو بدي يحله هو بدي يوجد الحل للمشكلة اللي عبيشوفها ايه طبعا انا حقول لك سلاحتك يعني لما نشأت بعض المؤسسات الإسلامية في أوروبا هل أوروبا دي دولة دولة إسلامية؟ نعم مكانش فيه صعوبات؟ صعوبات هل ساعتها كان فيه جالية كبيرة جدا كلهم متعليمين كانت تهتر باعهم عمال عفوش الكلمه معندهمش فلوس معندهمش فكر مش دي كان صعوبات؟ نعم قوينة دس ما اسمحش فانت بتبتدي تمشي وتجمع الناس على رسالة او على خطاب مجمع للناس مش بخطاب نخبوي او حزبوي او جمعوي او ثقافي اللي جهة معينة او خطاب قبلي لا بتجمع الناس حواليك وتعرف زي ما انا قلت الاخ اللي كان بيتكلم في حد فيه كنتم لا بود لنك تعرف مين تعرف انت بتخاطب مين في الشارع قبل ان ترسل لهم الرسالة الفكرية بتاعتك انت فبالتالي دلوقتي بعد 35 سنة يا اخ الفاضل كان فيه جمعية واحدة دلوقتي اصبح فيه اكتر من 100 جمعية اسلامية انسانية دولية فقط من بريطانيا الجهد ده اللي عملوا الشباب في الـ 35 سنة مش نجح في وسط وفي خضم اللي هو الرهاب الاسلامي اللي مسموه الاسلاموفوبيا التخويف الترويع التخوين التقسيم لحاجات دي كلها نمت لان انت كنت انت اول بذرة لكن انت كنت فلاح محترم وفلاح فاهم هنتك فلم تترك ارضك الخصبة اللي عن اصبعت هذه البذرة شجرة مسمرة ثم نقلت ثمار هذه الشجرة لأماكن مختلفة ونمر وبدأ الناس يشوفوها وبعدين بعده ايه بدأ هم يعملوا الجذول بتاعته او الاقتراح اللي هو الجمعية او اتلاف او لقاء الى اخر مين تاني يا شباب عشان نكون قوم عمليين ها انت عايز تتكلم انت شكلك كده اه طبعا احلام واقعية اه اخ في الواقع قالك نحول الحلم ده لجمعية تفضل لا الحلم بشكل عام اه لا اوه عشان نقضينا على الكلام اللي قال اخونا قالك انت عايشتنا في الايه في الكوكب الايه الاحلام صح وانت عايز تتحول الاحلام دي الى واقع عملي صح طح هتحول هو انت كوان جمعية لجنة طلابية اكتب لجنة طلابية بس انتوا لازم انتوا تحط الحلمنا عندكم ها هو بحلم الاستفاقة من الحلم فقط الاستفاقة المهم ليimy ei get into the That's Day الواقع الاستفاقة اكتب مرحلة الاستفاقة الاستفاقة دي هي تكون قبل الجمعية وقبل الايه اللجنة صح اه مش مختلف الاستفاق حتلاقي حلمك مثلا للعالم كله حتلاقي قدرتك للحارة بتاعتك صح اه لا تفضل انا بس كنت ايدهم وقايد جائز مع الكراهم لا لا ما لما يتشيسين الله يكترون يا سيد حتى يتحقق الحلم اول شي لازم عيش الحلم عيش الحلم وتخيل ان الحلم تحقق هذه خطوة ثانية عيش الحلم تحقق بعدين فكر في الوسائل والاليات التي فيها اطور الحلم تفكير مستمر في التطوير وتحسين هذا الحلم وهل في مجال انه اطور الحلم بمعنى انه كبر الحلم اكتر يعني التفكير المستمر في الحلم والعمل بكل الوسائل المتاحة وتطلع الى وسائل واساليب غير موجودة الحقاً يعني هو قال لك قبل ما ننزل نعمل الجمعية في التدرك هنا بقى هتكون الجمعية دي اخر حاجة نعمل بلا انت قلت الجمعية وانا لقى طلبية وانا استفاقة وانا نعيش الحلم وانا وسائل ايه اللي يجي في الاول في السيد الخمسة دول ايه اللي يجي في الاول في السيد الخمسة دول اللهم اصدقى يا سيدنا محمد شو الخط يا سيدين شو الخط يا سيدين شو الخط يا سيدين والله حلو ماشا الله السلام اسمها الايه لا مش دي شوري في قلم لون دي الحضارة فكرة شيخ بلاش تمسع على الاحلام تبعنا لا دا لسا ما عمتش حاجة كان عندي هنا كلمة للشباب اسمها ايه الحضارة فكرة حضارة ايه بالضبط افضلتها كده هاي دي الفكرة يا شباب انتسمت ايه يا اخي حتيك تبا كنت اخي عبدالله عبدالله ما بينامش عشان عنده فكرة بتقرقه بتقرقه صح؟ اول حاجة هتعملها اول حاجة هتعملها هتلم مجموعة من اقرب الناس ليك بالضبط اللي عمل رسول الله سلام من غير تشبيه كان بيكلم زوجته واول الاطفال كان سيدنا علي هم اللي عمعها في الغرفة وبقى نخلق الاخرب لاصحابه اللي هم مين سيدنا او بكر وهكذا وبقى نروح لأهله كل شوية يعزمهم على الاكل وبتاع ده ويلقق قلوبهم ايه كل شوية انت رسول واسبوه لكن بدأ بالاقرب فانت الفكرة في مخ مين؟ مخ عبدالله اين هو؟ عبدالله جمع مجموعة اه المجموعة دي امنت بالفكرة خلاص؟ عملوا يا شباب حولوا الفكرة لمشروعه بسيط بسيط حذاري يتكلف مثلا خمسمائة دولار ولا ألف دولار حيليمهم لك من الشارع او من العمارة بتاعتك خلاص؟ يبقى انت وزميلك مركزين فين؟ في الحارة بمشروع بسيط واضح المعالم وهدف واضح بس كلكم مركزين على ايه؟ عالفكرة عالفكرة حذاري انك تفكر تتركض عن نفسك فكرة حية اه بعد المشروع ماينجح بتحولوا للجمعية لان خلاص كبر بقى المشروع واصبح فيه ناس مسعدين وإلى آخرة إلى آخرة فالجمعية دي علشان تهيكل لجاح المشروع اللي بيحقق اللي ايه؟ الفكرة اللي كان دي ممكن ياخد اربع سنين خمس سنين فيش حاجة كده بتحسن النهاردة وتطلع الشجرة بكرة لأ فالجمعية اللي هي الناس اللي تتعرفهم بيقع فيوا عداء الجمعية الاخرة فبيخشوا علشان يحفظوا على كينونة وبقاء واستمرارية الفكرة خلاص؟ الفكرة مش عبدالله اسمك ايه؟ حسن اسمك ايه؟ حسن نقول لكم حسن عبدالله بس مدلع وحسن ها حد كده اسمه تاني؟ مدلع وحسن فيش حد اسم ايش متاني؟ حسن عبدالله او العبدالله حسن ها بعد كده هو الجمعية دي لازم تتطورها لان الجمعية تماشى على مستوى الاعضاء كلمة مؤسسة اللي انا بتكلم عنها دي هي اكبر من الجمعية في الهيكلة وفي السياسات وفي العلاقات وفي المزانيات الى اخيرا اخبرك اللي انت بتحول الجمعية من خلال العضوية الناس اللي على مستوى الحارة او على مستوى المدينة الى انك بتفتح الجمعية دي للمجتمع كله فالمجتمع بيشارك في بناءها الداخلي والخارجي ويختار من المجتمع من هو احسن من ابناء المجتمع لادارة المؤسسة قد تكون الجمعية ايه منحصلة على اعضاءها فقط لكن دي منفتح على المجتمع كله مستفقى مركزين على الفكرة اه ما لسا حارة عجعلك دلوقتي كل دا هنا يبقى انت بتكلم في كم سنة دلوقتي انت بتكلم في خمسة وعشرين سنة او عشرين سنة ها انا انا بذكر ذكر اسماء في كتير جدا من المؤسسات العربية والاسلامية بعد عشرين سنة لسا هما جمعية مش مؤسسة لانه مش قادرين يملكوا الجمعية المجتمع فتحها من جمعية الى مؤسسة مسكنها وفي امناء قاعدين بقى انهم عشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة مش عايز ان يمشوا وانا انا ما جيت سبت الاغاثة من حداشر سنة تقريبا قال لها ده سبتها ليه قال هي بتاعت ابويا ايه هو احنا اللي عملناها دي بتاعت المجتمع كانش متخيلين ان في مؤسسة نجحة والاخونا هو رئيسها فيوم ايه شفت بقى فيسيبها ويعمل حاجة تانية ما اخبرك فشفت يا نوا فالمؤسسة بكل كيناتها دي كلها اللي هي انفتحت ابوابها على مصرعيها لكل من في المجتمع من الناس اللي بتفقوا معاك في الفكر واللي متفقش معاك في الفكر يكون معاك في الدين ومش بتكلم عن مجتمع بتكلم عن وطن مش بتكلم عن قبيلة مش بتكلم عن عيلة مش بتكلم عن جمعية مش بتكلم عن حزب مش بتكلم عن جماعة تكلم عن ايه على وطن كله الوطن ده في كل الناس فتاخد احسن من في الوطن عشان يخش في المؤسسة دي بس كل بيركز على ايه الفكرة المؤسسة دي بقى بهايكلها القوية دي هتاخد الفكرة دي ويتحولها هنا بقى الايه فكر فكر الفكر اخطر حاجة انك تصنعه بس عشان تصنع الفكر وعند يكون مؤسسات تصنع فكر بتاخد كل المسيح دي كلها لانه اللي بيصنع الفكر الهياكل مش الافراد فقط الفرد بيعمل فكر لكن عشان يبقى الفكر لابد يكون فيه هياكل وراه بتروج لهذا الفكر زي مؤسسة هوليوود بتصنع فكر مؤسسة الانيفورسال استوديو بتصنع فكر المدينة الاعلامية اللي في مصر بتصنع فكر مؤسسة هارفورد والجامعية بتصنع فكر وهكذا عندك كان فيه فترة من الفترات اللي هو مش عمل فترة الخارجية ولا خارجية لما كان بيعمل مسلسلات التاريخية بتصنع فكر اللي هو صلاح الدين وعبد الرحمن الداخل وكذا 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 الى اخرى بتصنع فكر لانه وراه هياكل يعني مصطفى محمود مات لانه ذكرت اسمه رح مطلع عليه استطاع ان يؤثر في الفكر لكن عمل فكري قوي سواء كان يعجبك الفكر ما يعجبكش فكر هي دي المؤسسة والفكر ده بيتحول فيما بعد لما بيتبناه الشعب الى ثقافة فكل حضارة وكل نهضة لها ثقافة مختلفة شوفوا النهضة في الاندلس لها ثقافة النهضة في الدولة الرومانية لها ثقافة النهضة في الدولة الإغريقية لها ثقافة النهضة في الصين القديمة الحضارة الصينية القديمة لها ثقافة الحضارة اليابنية قديمة لها ثقافة وهكذا كلها لها ثقافة بس شوف المسيرة مشى هنا ازاي مشى ببناء متكامل ها متوازي ماشي فأنت وظيفتك يا فلاح ويا صانع ويعامل إن الفكرة دي حذارة إنك تنسى وتقول أصل الشيخ فلاني هو صعب الفكرة أو الحاجة فلانية يا صعب الفكرة فتقعدت لعمرها حتخنقها وإنها من الحب ما قتل خلاص سلم الفكرة لمن بعدك والأجيال اللي قاعدين دول مفصلينة في الجورف أنا كنتم مثلا في أحد الدول في لبنان يشوفوا اللبنان منفتحة إزاي في بعض الشباب اللي هم توجه إسلامي يعني يبقى بيروت ماشي يمين وانتم ماشيين شمال واحد قال لي إيه الإخوة دول بقى لهم 35 سنة وجابوا ولادهم في الجمعيات طب ده مش عمل مجتمعي ده عمل عائلي والجمعية مش ملك العيلة صح؟ مش ملك العيلة فتكلم الراجل يقول لك آه أنا هنمشي يا ابن تبسبر غيرك الشباب ده حيطلعوا أمتى يشتغلوا الشباب ده حيطلعوا أمتى يأخذوا القيادة بتاعت الجمعية دي عشان يتعلموا الشباب ده حيخطلعوا أمتى وانت تصلحهم بعد كده مخبالك فهي بنتكلم هنا الثقافة دي بتطلعلك النهضة بتاعتك والحضارة بتاعتك بيكون دي ثقافتها وبين هنا بتتكلم على التاريخ شو بقى يا أخي عبدالله وإخي حسن وأخي حسن عبدالله وعبدالله حسن مخبالك فكرتك دي لف التمانين سنة من الزراعة المتكملة أو مئة سنة تخيل انت مثلا روحت على الأرض مثلا ألف هكتار عايز تحولها الغابة بعد كم سنة أنا حاديك مثال تاني وقعي مش انت راجل وقعي كان فيه لنا مكتب والمزارع موجود في النيجر في 2007 كل رحنا هناك كل رح فينا زارع شجرة في منطقة معينة وعمل مزارع مجتمعية يعني عشر عائلة واخدين دونم أو واخدين نص يكتر إلى آخر لما رح مدير المؤسسة من شهر كان بيبكي لأنه لقى الرقعة اللي زرعت في المنطقة دي في خلال الاثناشر سنة اللي فاتت بيدي الفلاحين والفلاحات مية وخمسين يكتر بس كم سنة خمستاشر سنة من خلال جمعية أو مؤسسة من خلال مشاركة المجتمع اللي انت معاه نساء ورجال واطفال كل واحد فيكو لي متين متر أو تلتمائة متر طل حتة دي داخل الدونم والدونم وداخل الهكتر فبعد خمستاشر سنة يا أخي عبد الله أصبح الدونم أو النص هيكتر مية وخمسين هيكتر بس كانت تفكير على ايه؟ عن الزراعة المجتمعية عن مزارع المجتمعية خلاص؟ أديك أنا حاجة تانية عشان بس انت بتحب أنا أتكلم كتير وما انت متحبش الكلام مش كده؟ أنا علاقتي بسوريا من زمان عشان لها بعض قريب سوريين يعني لكن في حاجة اسمها بطالة دلوقتي ما بين اللاجئين وما بين النازحين إلى آخر إلى آخر خاصة أنا أتكلم على الداخل في المخيمات اللي في الداخل أنت خلص شفتوا دي أمسحها؟ طيب هم تمسحها الأحلام يا سيدي ما صحيش؟ ما هي بتنم معايا شفت بقى ما هي بتتمسحش أبدا دي محفورة جوه شفت السكنة بس تقعد علي فين دهت؟ هذا الكرسي؟ هذا الكرسي تبعها سليمان للسوق أو من التعليم لإقتصاد بمعنى إيه؟ بمعنى أنا كأسرة لاجئة أو نازحة نازحة داخل البلد الأسرة دي ما عندهش رأس مال خلاص؟ دي بقى حتة عملية لك أنت بالزبط أنا كجمعية أعمل إيه؟ أخذ حتة أرض وكل واحد فيكم أنتم وفي أهلينا وأهليكم منتج خاصة للنساء بسم الله ما شاء الله يعني بيعملوا أشياء جميلة جدا بل في البيوت أنا دي القطعة اللي أنا هعملها دي قطعة الأرض ده عشان الأخ عبدالله قال نكون الناس عمليين صح؟ أنا كجمعية هاخد لحتة الأرض دي أو بلدية والأسرة دي اللي ما عندهش فلوس هتأجر المكان ده لمدة يوم لدي إمكانياتها هتعمل في البيت المرأة ولا الرجل أي شيء يدبع في السوق الشعبي ده أقبلك بحيث أن هم لو كان إمكانياتهم يدفعوا في اليوم ده 500 ليرة أو ألف ليرة وهم عندهم تأتي أربعة تلاف ليرة هعملوا بيها المنتج اللي عملوه يجوا بوقت يبقى مسؤوليتهم يأجروا قطعة الأرض داخل السوق دي لمدة يوم واحد عشان نحاول نعلي رأس مال هم كأسرة من 10 تلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة إلى آخر المرحلة التانية أن أنا بعمل لهم طاولة وكل واحد بيأجر طاولة دي اليوم وده خلي بالك الحاجات دي موجودة في أوروبا مش بس موجودة في بلدنا أنا إزاي أعز في الأرض إلى آخر أنا إمكانياتي أن أأجر الطاولة دي اليوم والسوق الشعبي ده بيجمع كل الناس اللي ما عندهمش قدرة على يكون عندهم رأس مال معايا رأس مال يبيع حركة المال داخل أي مجتمع في أي قرية أو في أي مدينة أو في أي ولاية هو ده جزء من بناء الإقصاد الوطني اللي هو انتاج الفرد اللي بدل ما يقعد عاطل في البيت بيعمل شيء المرأة بتشتغل الزوج بياخد الحاجة بيأجر له تاكسي ولا هو يمشي زقاب عربية باليد يوصل هناك يبقى إيه خمس تلاف لعشرة تلاف ليرة بتاعتهم كل أسبوع بتزدها ألف أو ألفين وثلاث تلاف ليرة الحركة المال دي لما بتمشي من ألف اللي به اللي جي من ده اللي لحا بتبقى بدل ما عشرة تلاف تبقى خمسين ألف وستين ألف ومئة ألف ومليون واثنين مليون اللي آخر كبرنا شوية في الشوق السعبي خرجنا بقى من الحتة دي وعملنا لنا هو إيه الكشك لأننا عندي إمكانيتنا لإيه أأجر كشك خلاص خرجنا من الكشك عملنا إيه محل خرجنا من محل عملنا سوبر ماركت شفت الدورة ماشية زيها بتاعت الاقتصاد ودي دورة الفكرة نفسنا نتكلمنا عنها معايا يا شباب فأنت كل ممكن كل واحد فيكم لو فيه قطعة الأرض دي موجودة أي واحد فيكم من المشروع ما يكونش تكلفته عالية ويقف بيه ويزاعد عليه خلاص أنا كده بس عشان أديت مسألة عامية أنت بتحب لإيه الأمثال العملية فضلوا يبقى احنا هيا خدنا كم خمس نقاط فيه نقاط تالية ندفعها دول عشان نكون قوم من عمليون فقط لأ لأ أنا موفع كل إنت قلته لأ لأ مو أنت تغير بس أممكن أساء فهمي لأ لأ بلا عكس أنا بحبك أنا بحبك لأ بحق أنه يقرمك يا عم أنا بحبك أحبك لازي أحبك أحبك زي قول أنا ما عب أحكي بس عن نفسي عب أحكي عن الشباب أنا عارب إذا نحن يعني حضرتك عبدو أني نحن أنتد شيء ما أني نتم اعتمدين على غيرنا نحن نبحث عن التمي نبدأ والإبدال إحنا محتاجين أن يوفر شيء للشباب بشكل عامل إحنا نبدأ باللي إحنا نستطيع أن ننتجه التطول بيجي إمتى بعد الإنتاج الأول بعد الإنتاج الأول في الإنتاج الأول ما بيطلعش سليم مئة في المئة بس بيديك الحماس أن أنت أنتك شيء يوم الشباب اللي عاديين معاك في الغرفة ومعاك بشكل مركب بمشروع طيب إيه رأيك لهم نعمل كذا إيه رأيك لهم نعمل كذا إيه رأيك أنا في فكرة دي تطورت في حتة رفونية بكذا وهكذا 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 مفيش منتج بيطلع من أول يوم سليم ومتكامل والناس بتقبله أبدا التحسن بالمراجعة زي ما أنا قلت أن كل 3 شراء أو كل 7 شراء بنراجع المنتج ده ونخلي المنتج ده نطور فيه إيه وسائل تطوير المنتج ده بيجي بعدين نخبر حدتك نكمل فيه نوعات تانية على خمس نوعات دول في خمس نوعات هنا حطناهم حطنا وسائل وتطوير الحلم أعيش الحلم نفسي استفاقه من حالة التفكير والتنظير اللجنة طلبية تكوين جمعية تلتبوهم إزاي امسك تلتبوهم إزاي يلا يا شباب تلتبوهم إزاي يلا يا شباب عشان أخي يلتبوهم وبعدين مين اللي حيمسك الملف ده العملية مش بها إيه مش انت قلت عمليين طيب كلهم نمرأة واحد إيه يا نمرأة هل نعيش الحلم ولا استفاقه لا لا براحة براحة اللي يقول نعيش الحلم يرفع ايده واللي يقول استفاقه يرفع ايده نعيش الحلم يرفع ايده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر طيب اتناشر اتناشر يبقى العيش الحلم اتناشر الاستفاقه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لا انت صوت قبل كده سبعة تمانية تمانية خلاص انتوا صوتوا ان انتوا هتعيشوا الحلم قبل ما تفوقوا منه خلاص هو ده انتوا صوتوا بكده مش انا اللي صوتنا مش دعوة انتوا هتعقل انت طب معانا انت تعيش الحلم ده معانا ايه يعني معناها ان انت في اكلك في شربك في منامك في تسوقك في معاشرتك مع اصحابك معاشرتك مع ذوقتك انت عايش الحلم فالاستفاقه يبقى جزء من العاشر بالحلم يعني انت تانى ما انت عايش الحلم ده وطول ما انت ماشي في الشارع بتكلم الناس عليه صح؟ صح انتوا صوتوا صح اتنين واحد يعيش الحلم اتنين استفاقه تلاتة ها الوسائل وطرق لأ قبل التطوير بناء الحلم ثم تطوير الحلم بعد كده يعني انت في الاول شيش تطوير دي اللي انت لسه ما بنيش الحلم عشان ايه؟ بناء الحلم لو بعيم ممكن تبقى نمرى دين من ثلاثة ماما لك وبعدين نمرى 4 يبقى تطوير الحلم ماما لك وتتحوله الى امر واقع طيب اللجنة الطلابية دي او اللجنة الشبابية متسباش اللجنة الطلابية سلمة الشبابية عشان تكون اوسع في ناس ممكن مكونش طلبة اللي اختلح لجنة طلابية مين ممكن نستأذنك نعملها لجنة شبابية واخد سورة معكدة عشان في اسم لجنة شبابية وبعدين الجامعية مش عايشوا ها قبلك في لجنة شبابية وبعدين تكون الجامعية ونمشي في المسير اللي انا عملتها قبل كده انت موافع على كده؟ كلكم موافعين على كده؟ طيب هنا بقى في فار وفي قطة والقطة كل يوم بتيجي تاكل فار خلاص؟ خلاص؟ فالفران اجتمعوا الفران ايه؟ اجتمعوا وقعدوا يتكلموا زي بعد مش زينا احنا يعني وقعدوا احنا اختروا شيء عشان يوقفوا القطة تاكل فار فكلهم وفعوا الاختراح اللي هو ايه؟ نجيب جرس ونعلقوا في رقبة مين؟ القطة الاختراح ورفعوا عديلهم لفوق كده خلال بقى الفران تومانجيري وقبلك مين اللي يحط الجرس في رقبة القطة؟ اه مفيش حد نرجع بقى اخونا عبد الله واخونا حسن واخونا عبد الله حسن وحسن عبد الله مين اللي هيخد المسيرة دي؟ ها؟ حسن عبد الله؟ طيب يقول ها؟ خلاص احنا كده حطينا مخمخنا خلاص؟ مش مخمخنا؟ وانتو هنا بسم الله ما شاء الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشة اتناشة اتشار بعتاشر احطك في النص خمستاشر احطك ونثن سبعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر خمستاشر مين فيكو هيكون صاحب هذا الحلم بغض النظر عن كده هو الحلم ان احنا هنعمل شيء للمجتمع اللي بيكون من خلالكو اللي هي اللجنة اللي بيكون من خلالكو المجموعة العامة ما لازم يكون فرد واحد ما فيه واحد حيقود مع مجموعة ما لازم في النهاية يكون مين اتفضل حضرتك لازم انت هتختار واحد منكم ها ترسل ها تلاتة ربنا فواحد فيكو هنسكوا سعب الفرد تعالى اخوان انا ممكن اضحي شوية بوقت انا بضحي بوقت بغض النظر هل انتوا وفقتوا عليه ها ترسل ها ترسل ها ترسل فانتوا فريق عمل من اربعة او خمس افراد نعم يشاركوا اخونا وتبتلوا تمشوا في اي مشروع انتوا تعالين تعالون نعم موافقين انت بستردك عشان انت تصحب النقاش فلازم اسمع منك موافقتك النهائية مباركتك لمبادرتك فانتوا ممكن تجتمعوا اليوم تجتمعوا بكرة تجتمعوا في اي وقت تكونوا المجموعة القادمة تكونوا فريق عمل مجموعة صغيرة وتختاروا اي مشروع انتوا تتفاتوا عليه وخدي بالكم لابد ان نتفق على شيء بسيط نعم يعني اطلع السلم درجة درجة اه طبعا خلاص دي ممكن خلاص انتوا كتبت دي اشيلا كده انا رحت الشمارة في 2005 بقى انا خلاص الوقتين اخلص مش كده والجسد انا صلاة مغرب الى الصلاة الى وقت السلام الصلاة مغرب طيب خلاص خلاص عشان بس سمت لا مدعبش الناس كتابة المشروع تكلمت عنهم لا اذا كتاب مشروع حاجة تانية عليها جلسة تانية مشروع تكتب مشروع اه لا مش مشكلة لا كيف هنكتب مشروع اه حارة طيب ده محدش اندي اتكلم في كتابة المشروع الا اذا كنته نكتب مشروع Rangers لا قائد مفيش مشكلة لا حنساعد في كتابة المشروع حتى حساب لكم الوصع بتاعي حساب لكم الإيميل وحصل لك كل حاجة أخبالك وتصل بنا واني خلي حد يساعدك كتابة المشروع لا لا في واحد مصري من يومين 3-9-2 ساعة في الليل تهي أه فريدي ينتقل منه أحكي مع واحد مصري ساعة 2-3-3 لا ما فيش مشكلة أنا كنت بصحي الناس ساعة 3 صبحية وأربعة صبحية كنت بقولهم إيه انت صحي وانت صحي يا ابني يقول لي ما أنا بكلمك هعمل إيه ما زلنا السمار في 2005 2005 في منطقة اسمها جاروي في بوينت لاند اجتمع معنا مصريين لكذا وزارة الري الزراعة التعليم العدل خمس ستة وزارات كل واحد يتكلم على إيه مشروع وزارته خلاص كل واحد يتكلم عن مشروع وزارته الحقوق المناهج كذا المدارس اللي كذا اللي كذا البتاعته شغاله لسه طيب خلاص خلاص لما انت موافق يعني مقبلك أنا أقولتهم في الآخر إيه شوفوا يا شباب أنا كل اللي معايا مئة ألف دولار ومشروع واحد تتفقوا بغد النظر وتتتفقوا على مشروع واحد كل اتتفق على المية فإنما احترقوا أنتوا كمجموعة عمل تبدأوا بمشروع واحد مش مهم يكون مشروع عنا بأخير المشروع اللي أكثر إيجابية وأكثر حاجة المجتمع ألوية ألوية في المجتمع تجتمعوا عليه وحتى لو كانتها فكرتي أحسن من فكرتك لكن الناس كلهم اجتمعوا على فكرة أنت حطتها لابد أنا أنصاع لرأي المجموعة اللي موجودة دي كلها مفيش بقى واحد يخرج من الاجتماع يقول لك يا عم بقى ومخدوش مشروع ودول المجموعة مش نفعة ده يبقى فنكوش شوفت هروم فنكوش شوفت هروم فنكوش ما مرش معنا ما مرش معنا أحكي لكم موضوع عن فنكوش موضوع عن فنكوش ده موضوع عن فنكوش ده موضوع عن فنكوش ده موضوع فيلم زمان وحصل فيه حوارات يعني لو أنت حد شافه ألا ما شافهوش إذا أنت على فكرة مش عايشين في المجتمع خلاص مش عايشين في الدراما المصري لا لا أصلا مش مهمة بقى تعرف حد اسمه عد الإمام ما هو ده الفنكوش المهمة هو راح يقنع الحنكوش ده حاجة تانية أمبرك فعدي الإمام ده كان راجل عنده فكرة وراح لشركة إعلام عشان تسوى أهله كمشروع يعني اسمه الفنكوش فرئيس مجلس ده الشركة ده زي ما اختنعش شوية أو تباطئ أو أو الاخر فمشي وما اتفقوش على أي شي فخد عدي الإمام اللي هو صاحب الفكرة ده وراح هو يتفسحه في حتة بعيدة كده وهو بدأ ينفذ المشروع دون أن يختر صاحب الفكرة أنه هو أعلن عن الفكرة أنه مشروع وهم عادين كده بعد أسبوعين ثلاثة وطبعا صاحب المجلس مكزرده عمل إعلانات عن تسويق الفنكوش والفنكوش والفنكوش والإعلانات كسرت الدنيا وقعب مع عدي الإمام اللي هو صاحب الفكرة بيقوله إعلانات الفنكوش مكسرت الدنيا قال له فنكوش إيه قال له الفنكوش بتاعك اللي أنت جبت هن قال له ما فيش حاجة اسمها فنكوش قال له إيه قال له مين قال لك اللي فيه حاجة اسمها فنكوش قال له طبعا صاحب الشركة بدأ يصوت ويرتم يا لهوي هنتخرب بيتنا فنصل لمصر عشان يروح بيروح يلم المشكلة والمصيبة اللي حصلة دي كلها في التلفزيونات في الرجوهات في الجرائد فنكوش 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 فعاد الإمام كده أقعد كده هات الكرسي بتاعك أنت بلا كرسي مانشي حالبي أه بس كل الكرسي فيه حلبي أقعد يا ابن أقعد فعاد الإمام أقعد كده هو قدامه كمه من الجوابات وصاحب الشركة بيصوت هنا يا لهوي تخرب بيتنا تخرب بيتنا تخرب بيتنا تخرب بيتنا وده قاعد بارد وتلم وكل حاجة فيه ويفتحه ألا ما تعمل حاجة قال له انتظر 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 في الآخر قال له يا فلان اللي بتالع إلى الناد أنا عايزك تروح تزود الأعيانات فالتاني بيصوت عن الأعيانات نزل بالزودنات قال له ليه قال له أنا عندي طلبات بنصف مليون جنيه يشتروا الفنكوش حبيعلهم الفنكوش قال له نعمل لهم أي حاجة ونسميها بس عمل لهم أي حاجة وفيه هذا حوار مجتمعي واقعي لكل ما طرى في التلفزيونات نعمل لهم أي حاجة وتسميها فنكوش قال له يعني إيه قال له شرب ملابس داخلية ملابس خارجية حلويات أي حاجة تسميها فنكوش واخبرك قال له شوف أنت من ذكائك أنك بيعطي لهم شيء غير موجود في المجتمع ومن غباء هذا المجتمع أن نشترى الشيء مش موجود ما بيعي الأقبية دون المنتج اللي مش موجود يلا أفلان بروح نعمل فنكوش بس هتعمل إيه أول مشوع دي سلطوش خفت فهر يلا جزاكم بالله خير أصلي وعني أتكل الحاجات وعني أصلي يلا جزاكم بالله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر